موسيقى متابعي طقس العرب في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع خلال الساعة القادمة وخلال اليومين القادمين في العديد من مناطق المملكة أيضا زخات من الأمطار على العاصمة الرياض اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء وإذن الارتفاع التدريجي على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة خلال الأيام القادمة نبدأ نشردنا كالعادة بسوء الأقمال الصناعية والتي توضح انتشار لغيوم عالية الارتفاع في عموم المنطقة الشمالية والوسطى يتخلى لها بعض الغيوم الركامية في شرق منطقة تابوك وأيضا أجزاء من منطقات حائل ننتقل الآن إلى الخريطة الموضحة ولتبين حالة من عدم الاستقرار الجو أيضا أماكن هطول زخات الأمطار أثناء فترة تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي خلال أيام الثلاثة والأربعة والخميس حيث تبين تمركزها في عموم المنطقة الشمالية وأيضا أجزاء من منطقة الوسطى وحفر باطن وأجزاء من منطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية حالة عدم الاستقرار هذه ستكون ضعيفة النشاط أي خفيفة النشاط أي تترافق بزخات خفيفة من الأمطار قد يتخللها بعض الزخات المتوسطة الشدة خاصة خلال ساعة مساء يوم الأربعة تشمل فرصته على العصمة الرياض خلال ساعة مساء يوم الأربعة بالانتقال خرارة الأمطار اتبارا من ساعات يوم الثلاثة تبين حطوزة خاتم الأمطار خلال ساعة يوم الثلاثة في منطقة شرق منطقة تابوك أيضا أجزاء من منطقة الشمالية منطقة حائل وغرب منطقة الجسيم خلال ساعة الليل تنتشر هذه الغيوم الماطرة في عموم المنطقة الوسطى تشمل أجزاء إضافية من منطقة حائل وأيضا أجزاء إضافية من منطقة الجسيم أيضا أجزاء من منطقة المدينة المنورة خلال يوم الأربعاء يستمر تأثير حالة عدم استقرار الجو في عموم المنطقة الوسطى تنتقل الفعالية الجوية للمنطقة الشرقية تكون الفرصة مهيئة لوطول زخات من الأمطار في العاصمة الرياض خلال ساعات مساء يوم الأربعاء في حول الله يوم الخميس تتراجع حدة زخات الأمطار وتتركز في المنطقة الشرقية حيث تكون الفرصة مهيئة لوطول زخات خفيفة من الأمطار في تلك المنطقة بالانتقال لخراج درجات الحرارة السطحية المتوقعة خلال الأيام القادمة يلاحظ أن الأجواء دافئة في عموم منطقة الجزيرة العربية خلال ساعة يوم الثلاثاء من نسبة اليوم الأربعة والخميس والسبت هناك ابتفاع تدريجي على درجات الحرارة خاصة على المنطقة الوسطى والجنوبية والشرقية والغربية فيما تبقى درجات الحرارة نوعا ما باردة إلى لطيفة في المنطقة الشمالية بسبب تأثر منطقة بلاد الشام خلال الأيام القادمة بسلسة من المنخفضات الجوية تترافق بكتل هوائية باردة بالانتقال لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ثلاث أيام القادمة يوم الأربعة درجات الحرارة 29 درجة مئوية مع فرصة يوطول زخات خفيفة من الأمطار هي عبارة حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر فرص الأمطار خلال ساعة ليل يوم الأربعة يوم الخميس يميل التقسي لاستقرار لكن تكون الأجواء غائمة جزئيا ترتفع درجات الحرارة تلامس 32 درجة مئوية أما يوم الجمعة تنتشر الغيوم العالية في عموم المنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض درجة الحرارة حوالي 34 درجة مئوية كحرارة عظمى 21 درجة مئوية كحرارة دنيا كان هذا كل ما لداني لحد الآن إلى اللقاء اشتركوا في القناة